كي تسلموا من فتنة الشيطان فتعوذوا يا أمة القرآن فكم استعاذ المصطفى من فتنة وكم استجار بربه الرحمن ولكم تنى القرآن يستشف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الأحبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم في لقاء جديد مع النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم منه التعوذات النبوية المباركة التي نتحصن بها ونعتصم بها ونلجأ إلى الله بها رجاء أن يحمينا من المخاطر والأضرار والمفاسد الظاهرة والباطنة وقد بينا في لقاءاتنا السابقة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك باب خير يقرب إلى الله عز وجل ويدخل الجنة إلا وأمرنا به ودلنا عليه وحثنا عليه وما ترك باب شر يباعدنا عن الله أو يدخلنا والعياذ بالله النار إلا وحذرنا منه ونهانا عن الوقوع فيما يقتضيه والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم للناس ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم يقدم لهم أعمالا يقومون بها فتأتيهم الحسنات الوافرة وترفع درجاتهم يوم لقاء ربهم ويبين لهم أمورا تضر بهم في دينهم ودنياهم تضر بهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم يبين لهم هذه الأعمال ويطرح عليهم طرحا نبويا مباركا يواجهون به الأعمال السيئة في مضارها ومفاسدها فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس كيف يتعوذون من هذه الأمور السيئة وهذا هو ما سنعيش معه في لقاءاتنا القادمة إن شاء الله تعالى تعوذات النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأدعية المباركة التي يطلق عليها التعوذات يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم رب العزة أن يحميه من أمور تتعلق به في نفسه تتعلق بأمته تتعلق بالناس جميعا هذه التعوذات النبوية تشمل الحياة كلها تشمل الحياة والموت تشمل الغنى والفقر الصحة والمرض الليل والنهار الإنس والجن السراء والضراء كل الأحوال لها تعوذات تناسبها واليوم نقف أمام تعوذ سميته التعوذ بالله تعالى من شر الحواس الحواس يعني هذه الحواس الخمسة التي نتحسس بها الأشياء ونتعرف بها على ما حولنا يعني اليد اللسان العين الأذن الأنف هذه كلها تحتاج إلى أن يقيك الله عز وجل شرها ويدفع عنك أذاها جاء صحابي جليل يسمى شكل ابن حميد هذا اسم عجيب وهو اسم وحيد في الصحابة لا نعرف من تسمى بمثل اسمه هذا الصحابي شكل ابن حميد رضي الله تعالى عنه يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله علمني تعوذاً أتعوذ به فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وقد أخذ بكفه يقول الصحابي شكل ابن حميد فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكفي بيدي ثم قال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر مني والمني هو العضو التناسلي ذكر الإنسان أو فرجه يقول شكل ابن حميد رضي الله تعالى عنه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم كررها قال فما زلت أكررها حتى حفظتها ننظر في هذا المقام مع هذا التعوذ الذي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حمايته وأن يعصم أعضاء جسدنا به صحابي جليل يرى أن أعضاءه قد تتفلت منه فاللسان يتكلم ببعض الكلام السيء ربما أن يرى أن عينه قد تنظر إلى ما لا يرضي الله ربما يعلم أن لهذه الحواس منافع وأنها قد تقع في بعض المفاسد فهو يريد أن يطوع حواسه كلها لله فلا يأتي من ورائها الضرر ولا يترتب على حركة منها مفسدة فمن الذي يدله على خير هذه الحواس ومن الذي يدله على ما يصلحها ومن الذي يعلمه ما يحميه من شرها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كي تسلموا من فتنة الشيطان فتعوذوا يا أمة القرآن فكم استعاذ المصطفى من فتنة وكم استجار بربه الرحمن شوفوا بقى يا جماعة أي تعوذ حنقوله لازم يحفظ لأن الصيغة النبوية صيغة مباركة قال له إيه؟ قال له قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر مني هذه هي التي يأتي الشر من ورائها يعني ليه خص الحاجات الخمسة دول السمع والبصر واللسان والقلب والعضو والتناسولي الذكر لما خص هذه الخمسة بالتعوذ خصها لأنها كما قال العلماء مثار الشهوة ومناط اللذة لأنها منبع الشر وأصله وقاعدته ده بالنسبة للبيوسيء استخدامها طيب تعال نتفكر في هذه الأمور التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يعيذه منها أو أخبر الصحابي الجليل أن يسأل الله أن يعيذه منها اللهم إني أسألك من شر سمعي السمع ده حسي ومعنوي السمع ده الأذن شر السمع يعني شر الأذن أن يصيبها الصمم أو ضعف السمع يبقى أعوذ بك من شر سمعي يعني إيه يعني أعوذ بك من ضعف سمعي يعني ودني تكون حساسة بتسمع كويس ما بتعنيش من أي مرض أدي معنى إنويه إنويه ربنا يدهولك أعوذ بك من شر سمعي ممكن يدخل في السمع إيه آه أعوذ بك أن أستخدم سمعي فيما لا يرضيك فيما لا تحبه أعوذ بك من شر سمعي يعني أن يميل سمعي إلى المحرمات كالغيبة هذه من شر السمع أن يستمع الإنسان إلى الغيبة كذلك أعوذ بك من شر سمعي أن يستمع إلى الأغاني المحرمة التي تحض على الرذيلة والفسوق والشهوات أعوذ بك من شر سمعي حاجة مهمة أوي يعني يا رب حين يأمرني أحد بخير أو يدعوني إلى حق أعوذ بك أن أكون من الذين يرفضون الحق أو الخير ولا يقبلونه موسعات واحد ينصح واحد يقول له مش هتيجي نصلي يقول له يعني خلاص يا حبكت يا مش عارف إيه آه ده أساء السمع يبقى أعوذ بك من شر سمعي يعني من ناداني إلى الحق وأمرني بالخير أعوذ بك ألا أستمع إلي بل اجعل سمعي يقبل الحق ويمل إليه وربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون هم سمعوا القرآن لكن ما انتفعوش به يبقى أعوذ بك من شر سمعي يعني من ضعف السمع من ضعف هذه الحاسة التي أستمع بها إلى ما أريد أو أعوذ بك من استخدام سمعي فيما لا يرضيك عني كألا أستمع إلى الحق ده والله ممكن يدخل أعوذ بك من شر سمعي إن أنا أكون سمعي الأدم بينادي الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح أنا سامع أهو لكن ما روحتش أصلي أو ما قلتش وراء المؤزن ما هو ده شر السمع يبقى أنت سمعت وما سمعتش وأعوذ بك من شر بصري شر البصر حسي ومعنوي الحسي يعني أعوذ بك من العمى أو أعوذ بك من ضعف البصر من أمراض العيون إنويها ربنا يدهالك أو أعوذ بك من شر بصري يعني يا ربي أعوذ بك من أن أنظر إلى ما حرمت علي كالنظر إلى النساء الأجنبيات يا ربي أعوذ بك من شر سمعي أن يتجسس على الناس وأن يتلصص على العورات أو أعوذ بك من شر بصري يعني إيه؟ آه يعني أعوذ بك من ألا أستخدم بصري فيما يرضيك عني ما هو ربنا سبحانه وتعالى ادلك البصر علشان تنظر به في ملكة السماوات والأرض وتتبصر به الطريق وترشد به الناس وأعوذ بك من شر لساني شر اللسان إن الواحد لسانه يتعاقد ما يعرفش يتكلم الباكم يعني أو التلعثم يا ربي يكون لساني الطلق ذلق فصيح لما يتكلم يبين عن اللي في نفسه يبعيوب اللسان يا رب أعوذ بك من شر لساني أو أعوذ بك من شر لساني يعني من آفات اللسان اللي هي الكذب والغيبة والنميمة أو شهدت الزر وما شبه ذلك أو أعوذ بك من شر لساني يعني ألا أستخدمه فيما خلق له وهو قراءة القرآن الكريم وذكر الله ودعوة الناس إلى الخير أعوذ بك من شر قلبي القلب له شران الشر الأول أن يضعف القلب عن العمل يبع عنده حاجة في الصمام عنده حاجة مش عارف في إيه شغل القلوب المعروف ده أعوذ بك من أمراض القلوب يا رب وإنت بتقولها نويها ربنا يأمن لك قلبك في ظل زمن كله أزمات ومفاجآت الناس بتتلقى الأخبار دلوقتي وتنزل على ركبها قلوبها مش قادرة تتحمل ده غير بقى الضغط وغير وغير أعوذ بك من شر قلبي يعني يا رب قلبي يفضل شغال معي يمدي جسمي بالطاقة والحيوية ما يصيبوش أي مرض أو أعوذ بك من شر قلبي يعني من الكبر على الناس والعجب بالنفس أعوذ بك من شر قلبي أن يمتلئ بالحقد أو الحسد أو الكراهية أو إضمار السوء أو الشحناء على أحد من الناس هذه أعوذ بك من شر قلبي طب ده في معنى دقيق أعوذ بك من شر قلبي وده بقى للجماعة الوصلين اللي هو إيه؟ أعوذ بك من شر قلبي أن يسكنه غيرك أو يشتغل بغيرك دي جامدة دي أوي دي عجيبة يعني المؤمن قلبه لا يسكنه إلا الله قلبه لا ينشغل إلا بالله فأي حاجة تدخل قلبك يبقى بتشارك نصيب ربنا سبحانه وتعالى في قلبك يعني يا رب قلبي يكون معمور بحبك قلبي لا يفكر إلا فيك ولا يذكر أحدا سواك عمل زي رجل قلبه معلق بالمساجد وزي رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه يبقى أعوذ بك من شر قلبي أن يسكنه غيرك أو أن يمتلئ بحب غيرك فقلبي لا يقبل أي شريك لك يا رب زي ما قال العلماء كده الكعبة بيت الله في الأرض والقلب بيت الله في العبد كعبة بيت ربنا في الأرض أول بيت وضع للناس طيب بيت ربنا جواك إيه؟ قلبك علشان كده أعوذ بك يا ربي من شر القلب ضعفا في قوته أو ضعفا فيما فيه ممكن يدخل في شر القلب أعوذ بك من شر قلبي يعني من شر الاعتقادات الفاسدة الاعتقادات الفاسدة اللي هي إيه؟ إن الواحد ممكن يعتقد إن السحر الفلاني بيضر وبينفع آه لما الواحد يطلع بره لبيت ليه شوية مية قدام الباب يقول أكيد جران نعم لأننا عمل أو الواحد لما يمشي في الطريق ويقع يقول أكيد حد بصة علي بصة الاعتقادات الفاسدة ليه تنسب للناس كل حاجة تحصل لك الاعتقادات الفاسدة أن يعتقد بعض الناس أن بعض المدفونين في القبور والأضريحة ينفع أو يضر أو يجعل المرأة تضع حملها أو إن لم تكن تحمل تمتلئ بطنها بالحملة أو هذه اعتقادات فاسدة أعوذ بك من شر مني المني اللي هو العضو التناسلي يعني أعوذ بك أن أزني أو أعوذ بك أن ينزل مني فيما لا يرضيك إيه اللي يرضي ربنا إن منيك يكون في الحلال الحلال حكتين اتنين في دين الإسلام شهوتك منيك لحلتين اتنين بس الزوجة وملك اليمين ملك اليمين اللي هن الإماء والجواري مش موجودات دلوقتي ما فيش أما الزوجة فهي الحلال الطيب يا رب أرزق شباب المسلمين وفتيات المسلمات يا وفتيات المسلمات أرزق هؤلاء جميعا ذكرانا وإناثا أزواجا صالحين يا رب العالمين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن بتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون يبقى أعوذ بك من شر مني يعني يا رب المني بتاع ما ينزلش إلا في المكان الحلال فلا زنة ولا شذوذ فعل قوم لوط العياذ بالله ولا استمناء اللي بيسموها العادة السرية إنت يا شاب اللي بتقول إنت بتعاني من هذه العادة القبيحة قل اللهم إني أعوذ بك من شر مني مع اتخاذ التدابير الأخرى والله عز وجل يحميك أو أعوذ بك من شر مني ليه معنى تاني في ناس كتير عندها مني وتجامع الزوجات لكن لا ينتج حمل أو يكون المني ضعيف لأنه بيشترط فيه قوة معينة فأنت بتقول أعوذ بك من شر مني يعني أعوذ بك من أن يكون مني هذا غير مثمر للولد فابتسأل ربنا إن يحصل بمنيك تلاقح مع البيضات في رحم المرأة فينتج الولد أو أعوذ بك من شر مني هو المني الغاية منه إيه لما ينزل في رحم المرأة الغاية منه الولد وابتغوا ما كتب الله لكم فأنت بتقول أعوذ بك من شر مني يعني أعوذ بك أن يخرج من مني ولدا فاسدا ده معنى من المعاني كل هذه الأمور السمع البصر اللسان القلب المني لو استقامت ووقاك الله شرها كنت عبدا ربانيا تضمن الجنة وهذا هو ما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ده اسم الضمان النبوي يعني من اللي بيضمنك ويسد عنك ويتكفلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه الليه أضمن له الجنة بيقوله تاني النبي عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة اللحيين اللي هم إيه الفكين إيه اللي بين اللحيين اللسان طيب إيه اللي بين الرجلين الفرج العضو التناسلي لو ضمنت هذا ضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ختاما اسأل الله بهذا التعوذ وقل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر مني اللهم إنا نعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وإلى لقاء آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كي تسلموا من فتنة الشيطان فتعوذوا يا أمة القرآن